اشتركوا في القناة باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مباشرة بعد اعلان لائحة المنتخب العين الاماراتي يحرج الرقراجي بالسبب الرحيمي نشر فريق العين الاماراتي لكرة القدم عبر صفحتي الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اعلانا عن افضل لاعب في النادي خلال شهر اكتوبر المنصارب واوضح النادي الاماراتي ان الدولي المغربي سفيان رحيمي هو افضل لاعب في النادي خلال الشهر الماضي ويأتي ذلك بعد المستويات المميزة التي بصم عليها رفقة ناديها خلال الشهر الماضي حيث ساهم في عدد من النتائج الايجابية تجدر الاشارة الى ان الناخب الوطني وليد الاجراغي قرر عدم استدعاء سفيان رحيمي بالقائمة النهائية التي ستشارك في نهائية كأس العالم بقطر اول تصريح للفيفا على لائحة المنتخب المغربي للمونديال علق الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على لائحة المنتخب المغربي النهائية المزمع مشاركتها في مونديال قطر واشهد الفيفا باختيارات وليد الاجراغي مدرب الاسود معابرا المغرب بالقوة الضاربة استعداد لكأس العالم وتابع في تدوينته حراس ممتاز ودفاع صالب وسط مبدع وهجوم ناري واضف الاتحاد الدولي لكرة القدم على بلجيكا وكرواتيا وكندا استعداد جيدا في المجموعة السادسة فأصد الأطلس قادمون أول تعليق لأمين حارت بعد استدعائه للمنتخب المغربي تفاعل أمين حارت لعب أولمبيك مارسيليا مع استدعائه للمنتخب المغربي من طرف الناخب الوطني وليد رجراغي للمشاركة في مونديال قطر 2022 ونشرت دولي المغربية صورة له بالعالم المغربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وعلق عليها فخورون بأن أكون قادرا على تمثيل بلدي وتكريم ألواننا في مونديال جديد سنعمل بجد لنجعلكم فخورين ديما مغرب ويعد كأس العالم المقرر بقطر في الفترة ما بين العشرين من نومبر الحالي والثامن عشر من دجمبر المقبل هو الثاني على التوالي بالنسبة لحارت رفقة المنتخب المغربي بعد مشاركته في مونديال روسيا 2018 الرقراغي بغينا نديروش حاجة كبيرة وهاعلش مدرنش الندوة الصحفية دعا مدارب المنتخب المغربي والد رقراغي المواطنين المغرب إلى تشجيع أصود الأطلس خلال مشاركتهم في نهائيات كأس العالم المقام بدولة قطر وقال رقراغي خلال إعلان قائمة اللاعبين الذين تم استدعائهم للمشاركة في المونديال مدرنش الندوة مع الصحفيين باش من اليوم نبقى مركزين مع المجموعة لكأس العالم حيث بغينا نديروش حاجة كبيرة وأضاف مدارب أصود الأطلس كان آمن بهد لائحة وأي مغربي بغينا يبقى مورانا من اليوم يشجع الفرق ويقحته وما في استطاعته باش يشجعنا باش إن شاء الله نحقش حاجة كبيرة وفق تعبير الرقراغي وكان ولد الرقراغي قد أعلن اليوم الخميس عن أسماء اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة من أجل المشاركة في نهائية كأس العالم في دولة قطر ومن بينهم عبدالرزاق حمد الله نجم اتحاد جد السعودي وبدربانون مدافع نادي قطر القطرية في مقابل غياب أيوب الكعبي والأخوان رايان والساميمي احتارين يتلقى الدعم النفس من عائلة نوري ويؤكد وفاة والدي أثرت علي تلقى اللاعب الهولندي من أصول مغربية محمد احتارين لعب أيكس مستردام الهولندي تلقى الدعم من عائلة اللاعب عبدالحق نوري من أجل تجاوز مرحلة الفراغ التي يمر منها وكشف احتار مع صحيفة في تليغراف الهولندي أنه يزور باستمرار عائلة نوري ويجالس أفرادها كثيرا في الآوينة الأخيرة حيث يعتبرها أسرته الثانية التي تمنحه داما نفسيا لتجاوز ما يعيشه حاليا وقال لعب أيكس المعارم من يوفينتوس الإيطالي إنه مر من مرحلة صعبة نتيجة وفاة والديها ولا يقوى على التركز في الملعب لكنه حاليا يبدل قصار جهدها بهدف استعادة مستواها والعودة إلى تواهجه السابق وأضف احترن لازلت لعبا شابا أبلغ من العمر عشرون عاما وهدف القادم هو التركز على مسيرة الكروية وفاة والدي صعبة جدا علي لكني سأعود بقوة وسأشتغل للتعويض ما فاتني في السنتين الماضيتين وكذا أيضا حان الوقت لتجاوز هذه الأزمة هناك أشخاص يدعمونني وسأبرهن لهم أنني في مستوى تطلعاتهم ما زال في جعبة الكثير وسأعود أقوى نفسيا وكرويا وعش اللاعب دلعشرين ربيعا على وقع العديد من المشاكل النفسية بعد وفاة والدها قبل أن تتطور عقب انتقاله غير الموفق إلى الدور الإيطالي من بوابة السامدوريا ناهيك عن تورطه في علاقة غرمية مع إحدى الشابات الهولنديات وتلقيه تهديدات من عائلتها بمساعدة أحد أفراد المافيا وهو ما أبعده عن الميادين لفترة طويلة بسبب غياب الجاهزية وانتقل إحتارين من بيزويندهوفن الولندي إلى يوفينتوس الإيطالية في غوش 2021 قبل أن تتمعارة إلى السامدوريا ثم إلى آياكس الذي أكد أنه لن يفاعل عقد شراء اللاعب في بلاغ أصدره قبل أسبوع خروج موديل متولي يتعرض لهزيمة قاسية في الكنفيدرالية أخفق فارق الأهل طرابلس الليبي في بلوغ دور المجموعات بمسابقة كأس الكنفيدرالي الإفريقية بعد خسرته على ملعب منافسه مارموغلانتس الجنوب إفريقية يوم الأربحاء وتغلب مارموغلانتس على الأهل طرابلس الذي يضم في صفوفه النجم المغربي محسن متولي بتلاتية الليسافر في ملابر وايالبوفغانغ بمدينة روسنبرغ في إياب دور الاثنين والثلاثون علما بأن نتيجة الدهب انتهت بفوز ممثل ليبيا بهدف الليسافر يشار إلى أن متولي غادر في وقت سابق مصابقة دور أبطال أفريقية لكرة القدم على يد فريق المريخ السوداني بمجموع المباراة ثلاثة لثلاثة بعدما فز في الدهب بنتجة هدفين لسفر وخسر في الإياب بنتجة ثلاثة لواحد يذكر أن انتقال متولي لفريق الأهل طرابلس تم بعد نهاية عقده مع فريق الرجاء الرياضي ورفض الأخير تمديد مقامه مع الفريق لسنة إضافية أخرى هذه أبرز العناوين مباشرة بعد إعلان لائحة المنتخب العين الإماراتي يحرج ريقراغي بالسبب رحيمي أول تصريح للفيفا على لائحة لاعب المنتخب المغربي للمونديال أول تعليق لأمين حارت بعد استدائه للمنتخب المغربي